السلام عليكم مساء الخير مساء الوردي والياسمين وش رأيكم فراشاتي وش حوالكم ان شاء الله تكونوا بكامل بخير وبسيحة جيدة يا رب انهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله يلقيكم كامل في احسن الاحوال نرحب بكم ونرحبوا بجدد ليل تحقوا القناة قولكم نورتونا وشرفتونا ومرحبا بكم معانا ان شاء الله تجوزوا معي دقائق معدودات في رحبة مقصرين مع بعض انا نحكي معكم وانتو ما تكتبوا لي في التعليقات لبنات روتين كله نشاط وحياوية تبعوا الفيديو للاخير متنساوش الدعم واخدتكم هنا يا بجابات شجعوني ونحط لكم دايما الروتينات والوصفات التقليدية والحاجة اللي تحبوها ابديت لكم الفيديو تعنهار اليوم بهذا الكويزينيار مسكين لي راهو مغبون في حالة وقيلة راهو مريض حكماته الكورونا ولا غريب المهم يا البنات خليتوهم مسكين هكذا ما تحليش فيه البارح يلا هاليوم سبحت عليهم مسكين حتى غضنة كنت شوفوا حالتو راهي حالة ما عليش يستهلها كمسحة خفيفة الرجع ويشعل كما كنت شوفوا رشيت عليه غير شوية موزي للدهون وراني نحك كما كنت شوفوا يعني مسحة خفيفة ماشي كبير ما نخليش صراحة حتى وين مسكيني ولي امضي قلص كامل انا غير بدايتو استخلي غير شوية نمسحو يعني نأمنين داك نمسحو ثلث مرات في النهار وما نحب صراحة ندير لون عني من يوم هادا كنحسو بلي مع فون ومانيش عربة المهم يعني ما يدليش وقت بزاف ونا نمسحو خاصة بهذا موزيل الدهون يسهل عليها يعني المهمة واشراكم البنات راكم بخير واشراكم تخمموا على غدوة على البالون ان شاء الله مربوحة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نحب البالون اختكم هنا يا رياضية ميافلم يا يعني انا صحر رياضية المهم حبيبتي هاي لكم ها همسحة خفيفة رجعتو يشعل الشعيل وكما كنت شوفوا الاجواء احنا عندنا برا راهي ما شاء الله غير تحت حواسي البنات تغيرتها على الجبال وطلقات الحشيش اخسارة الامتها قتلي ارواحي ان تطلعي الجبل هكا قلت لها والذي راهم كامل يعني يسعلوا كامل يعني ما لازمش نزيد لهم هكا نخرجهم مساكن لجبل وكامل يعني يتأثروا بالبزاف وربيشة في كامل اللي راهم امرات كثرو الزعتر البنات جيبوا الكاليتوس بخروا كثرو تشينا والقارس المهم ربيشة فيكم كامل لحنا البنات راح نرمي الغذاء تاعي اليوم جبت لكم ريحة العيد الكبيرة العصبان الله الله بحشاوش كما راكو تشوفوا يا البنات بداوا بسم الله عندي الدوارة بعد ما نقيتها الله الله قطعتها لابد ان يكون لها شوية شحة من ان احبت الدوارة تكون مش حما الله الله كما راكو تشوفوا قدرت نصشح هنا باش ندير في الخالة الاعصبان ونصش نخليه باش نطيب فيها البركوكس اللي احندي لكم عصبان بالبركوكس وكلا تقليدية طيب بازية واش نقول لكم بنينا بالبزاف كما راكو تشوفوا البنات الخالي تاع العصبان وش فيه دوارة تكون بشحمن الله الله عندي الهناية ربطة مع دنوس ربطة وقصبور ونعناع كمشة حميسة ليس طيب لبنات بسلام قطعة ثوم كاس روز و كاسونس هنا الروز على حسب ما تصنعوا العصبانات التواكم إذا كثرتوا عصبان ديروا حتى كاسونس أو مرمز الزيت و الزيت القرفة ضروري في الخلطة العصبان يتمدل بنا خالط التواب العصبان يتبعون العشاب لا يوجد راس الحانود و فلفل أسود و فلفل عكري و فلفل حار سوف نرمي المرقة بركوكس زيت و دوار و نضيف كمية البصل مرحية و نقلي ملي حتى و نتقلي هذه الدوار سر بنات الضياب هي التقليه أنا التقليه نعطي لها وقت حتى 20-25 دقيقة لبنات هذه الأكلة لبنات استيبازة كل واحد كيف يتطيب العصبان بصحة هذه الأكلة استيبازة كامل ضواحي الشرشال سيدغيلا 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 المهم كل ولاية لديها طريقة في العصبان هنا هذه هي الطريقة لدينا البنات وهذه هم الدوابل وهذا نديره داخل العصبان لدينا خيط الكرشة سوف ندير زوج كبار و صغار على خطر دوارات عجبها غير صغيرة و ليس كبيرة ندير قس قس عمرت كما ترى العصبانات التوعي سوف ندير مليح مليح ونخيطها لبنات البارح قمت بها لدينا بعض المشتركات الذي نحبهم بالزبزف ويحبوني لم يكن حاضرين على خطر قمت بها بدون موعد و قمت بها قريب العشة تعليل المهم سليمة صبحت الزعف وتخليلي ميساج يا حوجينا يا حوجينا و كيف نرضي سليمة سلومتي ها لي تعرفك اغنياتها سليمة تخليها لي في التعليقات باش نغنيها لسليمة بما تزعف شعلي و نتخلي التعليقات و نلقاوه مع عبد الحق ثاني وتقول لي هكذا ديري لايف بلابي ولابي يبقى ينتحرر في الحبيب أو أعلم من أغني انصر من الد scenes ربي يحفظكم لي ان شاء الله نحبكم بالبزاف ربي يخليكم لي ان شاء الله ربي يطول في عماركم ان شاء الله وبيعطي لكم صحيحتكم العشية ساليمة و ام عبد الحق و سارة و فلا كل 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 المتتبعات الوفية العشية راح ندير لكم اللايف في القناة الثانية جوية ثمانية ونص التسعة عراني قلت لكم امام الجامع اللي حب تدخل و تقصر و نحكي وعلى الحكاية تعامين المصر و البنات اللي تخوف البنات اللي راح يتبع في الحكاية كننز الفيديو تلقوها في التعليقات في التعليق المثبت نخلي لكم يعني الحكاية كاملة مكمولة اليوم نكملها لكم كامل كما كنت شوفوا البنات بعد ما عمرت ذاك العصبان شوفوا لازم نثقبوه بالبراء باش نعطيوه مجال باش يتنفس باش يعني يدخلوا الطياب حكذا البنات حبيبتي اليوم حبيتنا نحضروا على واحد الموضوع تعالى العرايس كي يروحوا الدار العجوزة يعني الدار ناسها تحية نوجه تحية كبيرة الكامل اللي عجيز انا ثاني جنهار ونولي عجوزة ويما ثاني هي عندها عروسة وكامل انا اللي هنا نقصر وبرك لقيت واحد المنشور في واحد القروب يضحكوا عليها البنات قلت والله نضحك شوية لمشتركات ديولي المهم البنات كما كنت شوفوا البنات ترجعت لها المرقة تاع البركوكس بعدما تقلت الدوارة والبصل درت الملح والتوابل ودرت الحميصة المهم راح نحط لكم الوصفة كاملة تاع العصبان هذا غضوة ان شاء الله في القناة الثانية مطبخ الفراشة المهم حبيبتي بما ان تحبوا هذا المواضيع نقصره شوية قال لك ارضاء اهل الزوج غاية لا تدرك اي حكاينة منها ولا ما يكايش منها وقيلك هنا منها المهم حبيبتي ما كش لي تتحسس على نقصره برك اعجبني المنشور حبيت نشاركو معاكم هدا ماكا المهم مش يقولوا وقال لك اذا رحتي ليهم دي ما يقولوا لسقة واذا رحتي في المناسبات برك يقولوا قليلة الزيارات مسمومة وتكرهنا اذا رحتي ليهم ويديك فرغين يقولوا ما تحشمش جات هكذاك واذا اديتي معاك يقولوا بالك سحرتنا اي بالك واذا اهدرت يبني تا drasticه او عفاوية يقولوا عليكم ثارثاريه ويدتني اسكتوبرك ها نافتى كم من مان يقولوا عليك ثارثارييه نافرة مازاريت شاевой والله لم نسكت خياتة يا لنا أحب نحضر نحب نضحك نبغي نقصر واذا سكت tin تواجده وتتكبر اذا رحتي ray امليش تكرم المشتاقة وزواخة وفقرة ولادة اي شتوف فقرنا politique ليان فقرناهم وإذا كانت بسيطة أو لبسة عادي قالوا تبهدل وحق رأيها وما تعرفش تلبس ايه ويليش كوني يشد هذك اللسان وإذا عاونتي هون في العرضات قالوا توري روحها قدام الناس بحي يقولوا عليها شاطرة ايه ويلي يا ويلي وإذا ما عاونتيش قالوا ما تحشمش وفنيانة ودائرة روحها ضيفة تاكل برك وإذا خليتي ولادك عندهم قالوا حطتهم عندناك شغل حنا خدامين عندها باتت هنا منهم يا حوجيانا شكوني يسكت ذاك اللسان وإذا ما خليتيهم قالوا تعلم فيهم يكرهونا وتلصق فيهم في خوالهم المهم والهدرا كينا كينا صح ولا لا لا كتبوا لي كتبوا لي ليبنات في التعليقات وما تنسوش الدعم واخدكم بشامعنا وإذا ما حكيتش على داركم وراجلك قالوا هي تخبي حكايتها وتجي تدي خبارنا عجب والله غير عجب المهم ليبناتك وتشوف والبركوكستعناك يفحتها بالله الله نحط لكم الوصف في القناة الثانية لا ننساكم إن شاء الله إذا رحتي إلقاء عرضتهم قالوا مشتاقة ومش حكمة دارها يعني كي عرضوك تروحي يعني يقولوا إذا سوف يغلنا عرضوها تجي تجري وإذا ما رحتيش المناسبات ديالهم تكرهنا ومتكبرا وكان جاءت عرضة في دارهم سوف تقبل سمانة بسمانة الحل ورا الحل يا أخياتي أنه ترجعين لهم ووليدهم يشبعوا به وانتي ترجعين لداركم معززة مكرمة ولا تكسر الراس بالصح يا أخو فيك يترجعين لهم ووليدهم يقولوا قدت منه وش تحتاج ورجعت ومريض ومهبول البنات على فعل يراكم كامل تضحكوا المهم حبيباتي إن شاء الله تكونوا ضحكتوا من القلب باش ننسوا شوي على ذاك المرض المهم يا البنات هذا هو العصبان و هذا هو البركوكس شاهيتكم في الجنة إن شاء الله واللي رحيت تتوحم تسمح لي أنا دايما دايما منحبش نشاهيكم يا البنات إن خافكك شو حد تتتوحمه ولا تحتاج دعائكم مستمحي لي أخيتي يا ربي يكمل لك و ربي يسهل لك إن شاء الله و نهار تزيدين نجي لك أختين نجيب لك وش تحفي شوفوا البنات العصبانة التعديتها تدرتها واحد تدرت لها واحد الحرور الشيطة هم تلك الهند العشاب يقول لي ما تقدري لهم شونا نكثر 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 تأمنوا يا البنات هذه خصيصا هذه عمرتها في الفلحة والله لساني تشوت حتى حانين مسكينة و كليت الحار تاكل و تشرب المهم يا البنات هذا هو العصبان نحط لكم إن شاء الله الوصفة غدا في القناة الثانية تلقوها واحدها بدون روتين بدون قصرة يا البنات تعرفوا بلي الروتينات فيهم القصرة فيهم مضعك و كامل شاهيتكم البنات في الجنة إن شاء الله نحنا بعد ما كملت خسلت امواعيني رغم أنه الماما كاش اليوم سيترنا فرغت لي تسمى خلاصة لي واني نستنى في العين قاعدت هنا مع حانين راهي هنا الزجون و سيتسنى فيهم ما جيت بديها لبست لها و كامل يا بش تقول لي تجيب لي الخيمر تقول لي لبسيها روحوا برها ربي تطول في عمرها و ربي يحفظها لولديها و ربي بعد عليها العين و ربي إن شاء الله يرزق كل محرومة من الذرية إن شاء الله كامل تفرحوا بالذرية إن شاء الله طلبوا ربي فقط يا ربي يا البنات كما كنت تتجيب أمسكيني رايحوا وجاية السنة فتحت لها الباب و سيتسنة وتقول لي باي بايك ستوتا تتجيب غير عند الباب ربي يحفظها و يتول في عمرها واللهي مون ستني مون ستني حانين في الدار لاختر معه اللي أنا نخاف بزا بزاف كيش غلقتها مسكينها انا لا نستني في الدار كما كنتم في هاي ليكم اي رايحة حانين باي باي المهم يا البنات هنا حبيباتي بعد ما كملت شغلي قلت ندير خالطة شعري البنات وتفكرتكم كان بزيف لي خليوا لحكا التعليقات وش يديرو شعرتهم لي يطيح لي يفارغ ولي لي تواش وكامل لي مريض شوفوا البنات افضل خالطة اللي هي زريعة الكتن والله انا شوفوا ربيت بيها غير شعري وقاوي الحمد لله ونديرها انا ويديروها ولادي وكنت يعني عدة مرات كنت نحط لكم هذا الخالطة المهم شوفوا حوالي زوج ملاعقة كبارة زريعة الكتن ولكن كما حبيته اغسلتها ختم عمرها غبار وتلقوها عندي العشاب عشر الاف تجيب لكم هاد الكمية وقدرت معها عود قرفة نحطها فوق النار كي تبدأ تغلي لبنات تدير رغوة نحيها لبنات تطول الشعر تغضي الشعر تنحي القشرة يعني اللي شعرها طايح تنبط الشعر يعان تجر وبيع لبنات وايضا نديرها كشغل الجال شتودوك الجال ينشريوه هذا يعني هذا يطيح شعر خاصة لرجال إذا لبنات اللي عندها وليدها ولا رجل ها يدير الجال يعني ما تشرووش هادك تعمل محالات خدمو زريعة الكتن هي جال طبيعي وتقدرو حتى تديرو لها مثلا زيت الورد زيت الياسمين زيت الاساسية فيها ريحة تهبل تخلطوا معها وتديروها في الثلاجة ولدكم صبح كي شمخوا شعرتي هم روح يديرو هادك الجال يشرووه يديرو هاذي يعني كي تديرو هاذي راحة تيبس كيمة الجال يعني يبس شعركم يبس هاذي بالنسبة لذراري ولي تكريبي شعرها كيمة أنا البنات ايضا نستعمل هاذي حكا يكون عندي مناسبة او لا نستعمل زريعة الكتن لبنات شوفوا بعد ما صفيت الكمية اللولى زيت رجعت هذيك ذوك البودور زيت لهم كمية علمة رجعتهم للمرة الثانية فوقنا يزيدوا يغلوا على خطر ما زال فيهم كمية كبيرة تعجل هنا البنات انا راحة نخدم كمية مليحة ندخلهم الكنجيلاتور نكونجليهم من بعد كي يحكموا روحتيهم نديرهم في بلارة ونخبيهم في الكنجيلاتور كي نحب نستعمل نحيهم نساعة و لا ساعة مقبل كيفاش نخدم بيهم البنات انا نغسل شعري كي نغسل شعري نسلكو من بعد كي ندير ندير مثلا بلسم الشعر و ندير فازلين و ندير كوكوني و ندير زيت الشعري من بعد ندير هذا الجيل على شعري كامل و نخليه الابنات ينشف على خطر انا شعري بوكلي يعني كريبي هو يحافظ على التموجات و يبرق و يبرق و يابس يعني يحافظ على التموجات الشعر و ايضا لحب تغذي ثاني باش تشغل ماسكا كي تغذي شعر تقدروا تخلطوا مع ها زيت الزيتون و الزيت الزيتون و تضروا و الزيت الخروة و تخلطوا لحمليح و تديروا على فروة شعر و تخليوها البنات ليلة يومين كي ما حبيته كي ما را كنت شوفوا ما زال فيها الجيل شوفوا كيف يخرج هكذا البنات والله هاد زريعة الكتن فوائد التاحة كثيرة يا البنات و ايضا هي بوتوكس للبشارة يعني تنحي ترهولة البشارة يعني هكا كي ما كنت شوفوا ديروا ماسك يعني تقشير للبشارة من بعد ديروا هاد الجيل كامل في البشارة ما شاء الله ان شاء الله حتى وين ينشف تماما و ايضا للريجيم البنات قدروا ترحيوها ولا تشيروها مرحية وتديروها معايا واختنا مع صبح تاكلوها وتاكلوها في الليل او تغليوها تشربوها عادي بالصح لي يقدر يعني شوية المذاق تاحة كما كنت شوفوا البنات ندهن بها يديا وندهن بها البشارة ما شاء الله ان شاء الله تكونوا استفدتوا بهذا الفيديو البنات ولا مفهمتوش اشتركوا في التعليقات ندير لكم فيديو كامل على هذا زرعة الكتن المهم يا البنات راهي بزفها الى الشعر حبيبات قلب وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله نتلقى في فيديو اخر لا تنسوا الدعم اختكم هنا يا بجام على الفيديو تضعوا فيديو البنات وكملوا الفيديو كامل اللذي بنات نتلقى في فيديو اخر حبيبت السلام بزيفزة هنا و ب بك ب Birk